على سبيل المثال ما يحدث دلوقتي انت دلوقتي لانت عارف الدوري هيكمل ولا مش هيكمل عمالي النظر بقى أغماس بأس دار تامي انت مش عارف هتكمل الدوري 17 أسبوع ولا لا مين اللي مسؤول عن 17 أسبوع دول انهم بيبقوا 17 أسبوع اللجنة اللي موجودة يعني هم أصدقائي وحبايبي يعني هم اللجنة اللي موجودة كلهم أنا ناس بحبهم وبحترموا على المستوى الشخصي لكن كلجنة بيدير كرة القدم مرتكبة أخطاء مين اللي خلال 17 أسبوع والعالم كله فضله 6 أسبوع و7 أسبوع انجلترا فضلها 6 أسبوع وهم عندهم عشين فرق يعني بلعبوا 38 أسبوع انت بتلعب 34 أسبوع لسه عندك 17 ليه لانك قبل الكورونا قعدت شهر مش عارف القالة اوزا مالك يلعبوا ولا ما يلعبوش الكلام ده كلام الناس نسياه الناس عملها الناس للأسف الشديد طب ده سبب وضعف اللجنة اللي موجودة حاليا لا ما عرفش بقى ولا مورسات خبرة ولا مورسات خبرة لا أنا بقول إلت خبرة إلت خبرة اللجنة اللجنة النهاردة دي أنا لو أنا في اللجنة دي كنت أخذت القرارات ولعبت ليه ده كان بيحصل في الاتحاد ما لعبناش كان بيحصل في كل الاتحادات لأهل والزمالك وتقوفات ولما يبقى عندهم مباراة إفريقية بنتوقف أيوة حبيبي يا حبيبي أيوة لكن عمرنا ما توقفنا إلا لما رحنا كأس العالم إحنا عمر الدوري ما باز من من أي اتحاد كرة من ساعة المشارعب حكيم عامر لحد دلوقتي ما تلعبش الدوري إلا ما حصل شغب مرة ومش عارف حصل حرب مرة وزروف قهرية وكان وكان اللي باقي أرقام يعني مباراة مش كتير فأنت اضطرت لظروف قهرية مكتلغي الدوري أما اللي إحنا فيه فأنت خلاص هو الناس بترجع المفروض الناس هي راجعة ترجع على حاجة إنما النهاردة أنت عمال بتتكلم أهو بتقود 17 أسبوع يتلعب وإمتى دول مش صحيح وبعدين عشان تلعب 17 أسبوع وعايز تلعب الموسم اللي جاي هتلعب الموسم اللي جاي هنلحم الموسمين مع بعض هتبتدي الموسم اللي جاي يوم يا سيدي هتبتدي آخر أغسطس تمام يا سيدي هتبتدي أول أغسطس خلينا خلينا بقى إيه أنت 15 ستة الدولة سمحت بدأت من 15 ستة بتلعب خدت من 15 ستة لحد 15 ستة فترة إعداد وبعدين لعبتلك كان ماتش ودي وبدأت أول تمانية من أول تمانية عايز تخلص إمتى لازم تخلص في شهر أربعة لأن رمضان اللي جايب هاي بقى متقدم عن السنة في شهر أربعة يعني على الأقل تخلص 15 أربعة ليه بقى هتخلص 15 أربعة عشان في دورة الأولمبية في 1 ستة هيبقى فيه إعداد للفريل الأولمبي فأنت على الأقل هتتدي له شهر شهر ونص يعد طيب هل ده هايش استنى بس ما كماله طيب عندك بطولة العالم العسكرية هتتلعب في يناير 17 يوم هتوقف 17 قبلها شهر هي البطولة مدتها 17 يوم قبلها قبلها دي عندك شهر تجهز في رئة وبالذات انت بتلعب تاس العالم هنا في مصر لازم تاخده فالتحاد العسكري للألعاب الرياضية أو لكرة القدم هياخد أفضل لعيبة فما هياخد أفضل لعيبة من الأندية الأندية هايش تلعب انت أخذ بالحضرتك فتوقفات كتيرة جدا الموسم القادر لسه بقى الأهلي هيلعب والزمالك هيلعب وبيراميز هيلعب طب هياخده كم أسبوع من انت بتحتاج 34 34 34 أسبوع 34 مباراة 34 أسبوع ما تيجي تحسب من 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 أغسطس وتشيل التوقفات دي تعمل حساب الأهلي والزمالي كاسيدي كل واحد أسبوعين وكاس الأمم الأفراقية وتصفات كاس الأمم الأفراقية أسبوعين أو أسبوع يبقى دي ثلاثة وكاس العلم العسكري عند خمس أسابيع أو ست أسابيع توقفات كتيرة جدا جدا تيجي تحسبها بالورقة والألم تلاقي إنك لازم ما عندكش حل غير إنك تلعب مجموعتين عشان تخلص بدري بدري مجموعتين كم وكام ما هو مجموعتين كم وكام دي تحسب الأسبوع اللي أنت محتاجها تلعب تيها قد إيه وتعمل المجميع على قد في مقترح النواية لعب 11 و11 وعشين إزبوه ولا ما فيش حاجة اسمها مقترح شوفت أنا أنا جايلك بالراجع ما فيش حاجة اسمها مقترح أنا المهاردة مبناء على توقفات أشوف توقفاتي بس بالورقة والآن أشوف توقفاتي بالورقة والآن أنا طاير مني كم أسبوع طاير مني 17-18 أسبوع يبقى لازم أعمل دوري من مجموعتين يخلص في 17 أسبوع مثلا طايرين وأنا هكمل عايز محتاج 15 أسبوع عشان أخلص الدوري يبقى أعمل فرق على قد 15 أسبوع تمام كان تمام كان طيب الفرق اللي محتاجها في الظل اللي أنا حلغ النشاط هكملها إزاي يعني أنا دوري 18 فريق في الدوري ممتاز عشان أعمله مثلا 22 فريق محتاج 4 فرق يا سعدم القسم التاني بس أنا أقول لحضرتك حاجة أنت لو لغيت الدوري يبقى فيه لا صعود ولا ما فيش هبوط ما فيش هبوط تمام لكن عشان تكمل لازم تكمل بصعود لو هتعمل مجموعتين تمام هتلعب 9 وتسعى خلاص لو هتلعب 9 وتسعى أولا فردي صعبة جدا سنين هتلعب 11 و 11 فردي برضو فردي فأنت لازم تعملهم زوجي 24 و 12 لازم يبقى 24 فرق 12 و 12 وإذا كان 24 ده كتير على الأسابيع يبقى تعملهم 10 و 10 مثلا تمام يبقى أنت محتاج تطلع فرقتين هتطلعهم إزاي ممكن تاخد تعمل دورة الدوريات الأدمى خلاص دي على وشك تمام اللي بتفنش فضل خمس أسابيع في القسم الثاني بس ما تقول ليش فيه هبوط بقى لأن فيه ظروف طيب يعني فيه ظروف أنا معاك خسرية و 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 ما فيه هبوط ده لا خلاف عليك لا خلاف عليك لكن لو أنا جيت دلوقتي عملت دورة زي ما حدتك بتقول ما تديش فرصة للتفويت والمجاملات لا دورة للي هيصعده مع بعض يعني كل مجموعة الأرباح فرق الأول لا ده انت بتعمل دورة لليه السعود فمين اللي هيفوت لمين ده كله عايز يصعد يعني ما بين الرباع هنأي دورة من ماتش واحد ما بين مكان فريق مربع مربع مائي بقى الأرباع الأولانيين في الدورة في كل مجموعة عشان تاخد منهم اتنين مثلا أو الخمسة لو أرقامهم لو لقيت أن الأرقام يعني انت مثلا